بيقولك ان الاستعمار الفرنسي في بلد اسمها هانو وضع قانون القضاء على الطعوم يسمح بان اي حد هيئة الفارو يسلمه هياخد وصاده مقابل مادي النتيجة بقى ان القانون ده شجع الناس انها تربي الطعوم في البيت كانوا بيربوا الفيران في بيتهم في نصيحة بتقول لا تدفع لمحاميك بحسب جهده خلينا نعرف ليه حلقة جديدة بعنوان الاستجابة السريعة المنفذة الفيديو ده واحد من سلسلة فيديوهات بتشرح المغلطات الفكرية اللي كلنا بناء فيها المغلطات دي مكتبسة او تم ذكرها في كتاب اسمه فن التفكير الواضع لو اول مرة تشوف الفيديوهات دي فانصحك ترجع لقائمة الفيديوهات على الصفحة او القناة وشوفها من الاول وتابع الصفحة وقناة اليوتيوب عشان تشوف باقي الحلقات وما تنسك شعيرها وتعزم اصحابك وحبايبك جايز تاجر وطبعا كالعاد مفيش هاشتائي السلام عليكم وانا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات اخطاء تفكير منطن نبدأ كعدتنا بحكاية او اتنين صغيرين على نفس منوال القصة اللي قلناها في البداية لما اكتشفت رقاقات الكتابة في البحر المميت سنة 1947 هيئة الاثار اعلنت مكافأة اي حد يلاقي رقاقات جديدة وكانت النتيجة ان هم اطاعوا الرقاقات اللي لقوها علشان يزودوا العدد ويزودوا مكافأات في الصين حصل حاجة مشابة في القرن 19 لما تحدد المكافأات للي يلاقي عظام للديناصرات فاهم الفلاحين بتاكسير عظام ديناصرات كاملة عشان يزودوا من قيمة المكافأة اللي هيبضلوا خليها نفرض مثال واقع بيحصل في علمنا دلوقتي مجلس ادارة شركة ما مثلا كرر او وعد بمكافأة مالية اذا اتحقق تارجت ايه اللي هيحصل او ايه اللي بيحصل غالبا اللي بيحصل ان المديرين هيتفقوا انهما يحطوا تارجت في قلب عشان يقدروا يحققوا وياخدوا المكافأة كل دي امثلة للاستجابة السريعة المحفزة او الحساسية تجاه الحارب ده مصطلح بيوصف بوضوع مبتزر وهو استجابة الناس السريعة للمحفزات اللي حصل في القصص اللي باتت دي بيوضح جانب ايه الاول ان الناس بتغير سلوكها بشكل جزري اذا زادت او قلت المحفزات واللي كان واضح من الامثلة اللي قلناها دي الجانب التاني هو انهم بيستجيبوا المحفز بس مش للنية للي خلق المحفز وما لقيه الصح الصح ان يكون فيه تطابق بين النية والمحفز طب خلينا نقول مثال بيخاوب شوية للجامعة المهندسين في روما القديمة كان المهندس اللي بيصمم وينفس جسر او كبري يعني كان بيعه في تحته وقت افتتاعه اهدي بقى المحفزات ولا بلاش الفكرة ان الحفز هنا تطابق مع المضمون او نية الشغل ان هو يعمل شغل مصبوط بمعنى انك لو عايز تأثر على سلوك او اداء منظمات او عشخاص ممكن تخطبهم بالعقب لجدد الرؤية والهدف لكن ما تتسهلش بالمحفزات سواء كانت مادية او معنوية لان مفعولها هيبقى مقدر للأسف زي فكرة الجنود النبالية في العصور الوسط لما كانوا بيتسارع ان هما يشاركوا في حروة الصلبية للقدس رغم بعض المسافة ودعب الطريق وانه اصلا ممكن مايرجعش وده كان غالبا بيحصل على الرغم من كل ده كانوا بيروحوا برضو ليه؟ لانهم مش خسرانين حاجة في الحالته لو عاشوا هينوروا جانب بالغنائم ولو مايتوا هيكونوا شهداء ده طبعا طبقا لإيمانهم ومفعاخدهم عشان كده المحامين والمعماريين والاستشاريين كلهم بيقولك ما تدفع لهمش بقدر جهدهم لانه طبيعي هتلاقيه بيبزل مجهود كبير جدا حتى لو مش مطلوب منه او الجهد ده مش مفيد او زايد عن اللزوج لانه هو بياخد عليه فلوس فالافضل انك تتفق معاه على مبلغ محدد او اتعاب محددة ومنه هيبقوا مبنور عشان كده كان فيه مثل بيقول وهتسأل حلاء اذا كان شعرك عايزة اتأسونا لا الخلاصة ركز على قطع او فخر الاستجابة السريعة المحفزة ما تندهش من اي استجابة سريعة لأي انسان قدام اي عرض واسأل نفسك ايه المحفز الوراء بالطريقة دي هضملك ان 90% من تصرفات النصح وعليك هتبقى فاهمها واحد مستثمر اسمو شارلي مرة راح زار محل بيع ادوات 6 سمك مسك قطع الطعم شكلها جميل جدا كده وسأل البايع وقال له بزمتك السمك هينجزل بالطعم ده كان رب البيع عليه انا ببيع للناس مش ببيع للسمك بس مكالعادة مفيش هشتاك